اشتركوا في القناة جزء بقى اللي هو اسمه ايه كيميا النانو طيب احنا قلنا الكيميا بادرس مادة لما اقول كيميا النانو يبقى ايه يبقى دراسة المواد النانوية او المتناهية في الصغر على مقياس الايه النانو يعني ايه ادرسها يعني اعرف ازاي بيتم تخلقها وكلمة تخلقها يعني تصنعها ان انا تبقى عندي المادة واصنع يعني عندي دهب اصنع منه نانو دهب طيب واشوف تطبيقاتها يعني ايه اشوف تطبيقاتها اشوف النانو دهب ده بستخدمه في ايه واقدر افيد مين دي هل بتوعي الطب ولا بتوعي الصيدلة ولا بتوعي الهندسة اهني مجال يبقى انا عندي كيميا النانو الكيميا اللي بتهتم بدراسة ايه فرع من فروع الكيميا بيهتم بدراسة المواد النانوية بيتضمن دراسة ووصف وتخليق المواد النانوية اللي لها ابعاد نانوية طيب وبيرتبط بايه كمان بالزرات او الجزيئات على ابعاد النار اي مادة بيبقى ليها كم بعض ثلاث ابعاد اللي هو مين الطول والعرض والارتفاع لما اجا اشوف المواد النانوية بتاخد اشكال ايه ممكن تبقى حبيبات ممكن تبقى عمدة ممكن تبقى سلاك ممكن تبقى ايه انا بيب ومن هنا ابتدى يقسم المواد النانوية حسب الثلاث ايه ابعاد طيب لما اجا اقول مواد احادية البعض النانوية كلمة احدية البعد احنا قلنا اه في طول وعرض ورتفاع واحد من الثلاث ابعاد دول بس هو على مقياس النين لما اجا اقول خمسة متر ستة سنتي ثلاثين نانو متر يبقى انا هنا عندي الثلاثين نانو متر هي几ي بس على مقياس النين لكن ولا الثلاثة سنتي ولا الخمسة متر على مقياس النين فهقول عليها ايه دي مواد احدية البعد لها بعد واحد بس نانو طيب ايه بستفد بيها ايه ولا بستخدمها في ايه قالك عندك 3 انواع اول نوع منها اللي هو الاخشية الرقيقة يعني ايه غشاء الرقيقة كلنا عارفين الستريتش اللي بنغلب بيك جبنة الرومي او البنيه او الفاكهة الستريتش ده بنلاقي ايه الارتفاع بتاعه او الصمك بتاعه هو رؤية جدا طب الطول والعرض موجودين الاخشية الرقيقة بنشبهها بيه يعني ليها طول وعرض لكن الصمك بتاعها رؤية جدا طب بستخدمها في ايه? قال لي برضو ممكن استخدمها في تغطية الاجهزة يعني ايه تغطية الاجهزة? الموبايل يا ما بتديبه جديد? انا ممكن اروح اعمله سكرينة نانو هتحميه? اوه هتحميه هتحميه من الكسف ومن الخدش وهتحميه من الميت طيب ممكن ايه كمان? قال لي اغلف بيه المواد الغذائية لو انا عندي الامكانية ان انا اصنعه هغلف بيه المواد الغذائية فهحميه من البكتيريا والايه? والمكروب طيب تاني حاجة اسلاك النانو يعني ايه اسلاك النانو? هي ليها بعد واحد ليها طول? طيب باستخدمها في ايه? لما يكون عندي دايرة الكترونية بس صغيرة عندي كارت الممري صغير جدا طيب الاسلاك اللي فيه دي تفتكروا اسلاك عادية ولا اسلاك نانوية اكيد اسلاك ايه? نانوين ومديني هو رسمة ومبينة شريحة عبارة عن كارت الممري صغير جدا كل الاسلاك اللي فيه اسلاك ايه؟ نانوين ثلاثة الياف النانو يعني ايه الياف النانو؟ تعال نقول لو واحد حابب يعمل عصير جوافة هيصفيها بمصفة طيب لو واحد عامل شاي وعايز يصفيه هيستخدم نفس المصفة اللي صفة بيها الجوافة اكيد لو صفة بيها الشاي حبيبات الشاي هتنزل مشة الصفة ليه؟ لان الفتحات بتعطمالها كبيرة طيب لما اجا اقولك بقى انا المية فيها ميكروبيت وفيها بكتيريا وفيها اميبة ارشحها ازاي؟ طيب ما انا عارفة ان الاميبة والبكتيريا على مقياس المايكرو يبقى عشان اعمل مصفة او اعمل فلتر يرشح لي الحاجات دي يبقى لازم اعمله على مقياس اقل من المايكرو مين بقى المقياس اللي اقل من المايكرو؟ النين يعني معنى كده ان الالياف النانوية دي بتعمل عمل الفلتر فبتقدمها ايه؟ كمرشحات لمين؟ للمية عشان ترشح حالي من الميكروبيت يبقى احنا كده الالياف السنوية بنستخدمها في مرشحات الايه؟ المية نشوف مع بعض بقى ايه؟ المادة التانية اللي هي صناقية البعد النانوي صناقية البعد النانوي يبقى عندي بعضين على مقياس النانو يعني لو قلت بعض الطول خمسة متر يبقى العرض ثلاثين نانو والسمك او الارتفاع واحد نانو يبقى انا كده خدت بعضين نانو وبعد ايه؟ في مقياس الماكرو العادي عندي مثال واحد بس اللي هو مين؟ انابيب الكربون وقالي انابيب الكربون في منها زيتها جدار واحد وفي منها متعدد الجدار لو انا بستطل الرسمة هلاقي ان الشكل اللي بتاخده او بتترتب فيه زرات الكربون بيبقى شكل سوداسي طيب تعالوا مع بعض كده نشوف ايه هي خواصة انابيب الكربون على مقياس النانو كلنا عارفين الكربون اللي هو الفحم الفحم اللي هي في لز او الكربون اللي هي في لز غير قابل للتشكيل وتوصيله للطيار الكهرابي ضعيف لكن لو انا عملت من الفحمة او الكربون دي انابيب كربون هنلاقي ليها اربع صفات مميزة لها اول صفة اللي هيبقى موصل للكهربا اكتر من نحاس وهيبقى موصل للحرارة اكتر من الميس وبيتميز بصفة تانية بقى جديدة قوي اللي هي ايه خفة وصلابة خفة وصلابة ما انا لو بتكلم على الصلابة بس ما نروح للحديد الصلب لكن ده بيتميز بانه هو ايه خفيف وقدروا العلماء يصنعوا منه سلك بسمك الشعرة بس في الصلابة بتاعته اقوى من ساق الصلب عشان كده العلماء بتادوا يفكروا ازاي يستخدموه فقالك هنعمل مسعد فضائي يعني ايه مسعد فضائي اسانسير بس يطلع الفضر هيطلع لي مين اكيد اقرب حاجة لنا اللي هي مين الامر طب الناس او العلماء فكروا في ده اتنفذ لسه عشان ما حدش يقول يا مس تعالي نروح نطلع لإيه الامر رابع صفة من صفات انابيب الكربون انها ليها قدرة على ارتباط بالبروتين وده بيخليها ليها القدرة على الاستشعار البيولوجي يعني استشعار بيولوجي يعني يقدر يحس بالاكسام الغريبة جوة جسم الكائن الحاجة ولو احنا فاكرين النانو دهب في اكتشاف السرطان اللي عمله مصطفى السيد فده شبيه بيه نشوف بقى المادة التالتة اللي هي ايه بقى هتبقى اكيد سلاسية الابعاد النانوات وهنا التلت ابعاد هيبقى النانوات يعني هقول خمسة نانو ثلاثين نانو عشرين نانو يعني التلت الطول والعرض والارتفاع على مقياس من النانو النانو عندنا مثالين اول مثال كرة البوكي طيب يعني ايه كرة البوكي كرة مجوافة زي ما احنا شايفين في الشكل كده لو احنا حاولنا نعد عدد زرات الكربون اللي موجودة فيها هنلاقيها ستين زرات كربون عشان كده سموها ايه كرة البوكي او سي ستين طيب لو عدينا عدد الروابط اللي مرتبطة بزرات الكربون هنلاقيها تلت روابط كل زرات كربون مرتبطة بزرات كربون طيب لو شفنا الشكل بتاعها هنلاقي فيها اشكال سداسية ده كده فيه ست زرات كربون وفيها اشكال خمسية لكن انابيب الكربون كلها كانت ايه سوداسية طب دي بتستخدم في ايه تعالوا معايا كده لو فينا حد عيان وخد كابسولة اكيد حاولتوا تفتحوا الكابسولة دي قبل كده الكابسولة دي عبارة عن مادة جيلاتينية لو فتحنيها هنلاقي فيها المادة الفعالة بتاعت الدول لما بنيجي ناخد الكابسولة بناخدها عن طريق الفم بتنزل عن طريق جاز الهضمي بيحصل هضم ويحصل امتصاص ويبتدي اتحرك المادة الفعالة مع الدم تقريبا لجميع اجزاء جسمك لو افترضنا ان فيه جزء صغير مصاب مفروض يوصلوا المادة الفعالة تفتكر هيوصلوا قد ايه من المادة الفعالة جزء صغير جدا ليه لانه يتحرك مع الدم لخلايا جسمك كله غير ان فيه اثار جانبية بتبتدي تظهر للدوة ده طيب كرة البوكي هنا عملت ايه بقى ابتدوا يفكروا ان هم يحطوا فيها المادة الفعالة وبدل ما اتحرك بقى في الجسم كله لا ده انا هروح للجسم المصاب ووصلها لحد عندك جميل زنانو ايوة فيه اجهزة نانوية بتصنعها وبنحط فيها المادة الفعالة هتروح للجزء المصاب كده يبقى انا عملت حاجتين اتأكد ان المادة الفعالة كلها رايحة لمن؟ للجزء المصاب طيب اتنين ان انا منعت الاثار الجانبية اللي ممكن تأثرلي على اي جزء من اجزاء خلايا ايه؟ جسم كده احنا تعرفنا على الامثلة على المواد الايه؟ النانوية طب يا ترى المواد النانوية دي ديها استخدامات مفيدة اه طبعا تعالوا مع بعض نشوف تطبيقات المواد النانوية اول مجال هنشوفه اللي هو في مجال الطب طبعا اول حاجة التشخيص المبكر للامراض وتصوير الاعضاء والانسجة ولو فاكرين قلنا النانو ايه؟ ده اتنين توصيل الدواء بدقة الى الانسجة والخلايا المصابة زي ما شفنا في كرة البقت ودوت بيأكد او بيزود من فرص الشفاء سرعته اتنين بيقلل الاثار الجانبية تلاتة انتاج اجهزة صغيرة للغسيل الكلوي بيتم زرعتها داخل الجسم بدل ما بيروح يعمل غسيل الكلة وبيقعد ست ساعات فرنسجة تلاتة انتاج روبيتات نانوية بيعمل روبيت صغنا خالص بيمشي في الدم عشان يعمل ايه؟ زمان لما كان واحد يجيله غلطة كانت بتأثر في حاجة من عنده الحركة النظر السمع دلوقتي ممكن الغلطة بعد ما بيتم طب يعني ايه غلطة يا ميسي؟ لما بتيجي تتعور بتتكون اشربوني كده ده غلطة بس تخيل بقى ان الغلطة الناشفة دي ممكن تتكون جوه الشريان يجي الدم يمشي مايقدرش يمشي مايش عارف يتحرك في خلايا جسمه عشان كده كان طبيعي اي حد بيحصل له غلطة بينطق عنها ايه؟ اثار شلل عمى اي حاجة بتحصل طب دلوقتي بيعملوا ايه بقى؟ بيجيبوا الروبوت النانوي ده شايفين شكل الصورة هنا بيكسر ايه؟ دي الجلطة اللي جوه الشريان والروبوت ده صغنن جدا نانوي انا ما بيشوفوش ده بيدخل عن طريق المنزار بيكسر الجلطات وبيخلي الجلطة بتاعتك اصغر من زرات الدم او مزيقات الدم اللي موجودة فبتتحرك مع الدم وبكده يقدر يتخلص من ايه؟ من الاضرار بتاعت الايه؟ الجلطة طبعا هنا متكبرة الصورة كذا مرة عشان يوريك الروبوت طب يا ميس هو بيشتغل كده الواحد واكيد لا اكيد فيه اجهزة كمبيوتر خارجية هي اللي بتتحكم فيه لما بيوصل لمين؟ للجلطة علشان يكسرها نشوف تاني مجال معنا مجال الزراعة خدنا الاخشية الرقيقة من شوية وقلنا باستخدمها في حفظ المواد الايه؟ الغذائية والتعرف على نوع البكتين باستخدمها كمان في صناعة المغزيات ايه المغزيات؟ اللي هو السمات وباستخدمها في صناعة المبيدات الحجرين ثالث مجال في مجال الطاقة عندي نوعين من الوقود النظيف اللي هو اول حاجة الوقود الهيدروجيني واحنا عندنا الهيدروجين متوفر في مياه البحار والمحيطات ازاي بقى اعزل الهيدروجين من المية واقدر اعمل باللازمة او اعمل وقود هيدروجيني يديني طاقة نظيفة عن طريق استخدام مين؟ النام او استخدام الخلايا الشمسية طب يا ميس ما انا باستخدم خلايا شمسية الخلايا الشمسية العادية بتاعتنا فيها سيليكون طيب لو انا عملت بقى خلية شمسية بس مش من السيليكون من نانو سيليكون زودت لايه؟ المساحة يبقى هزود القدرة على تحويل الطاقة الى ايه؟ الى طاقة حرارية او اخد الطاقة الحرارية للشمس وحولها لطاقة قهربية دون الفقد في الطاقة ليه؟ لان زودت المساحة بدل ما كان سيليكون عادي بقى نانو سيليكون وإحنا اتفقنا أني أنا في الحجم النانوي المساحة إيه؟ بتزيد وبيجي يقول لك علم ليه الخلايا النانوية الشمسية النانوية أفضل من الخلايا الشمسية العالية هنقول ليه بقى؟ لأن لها قدرة تحويلية عالية على الطاقة دون فقد أو تسريف الطاقة الحرارة نشوف ثالث مجال في مجال الصناعة بيتم إنتاج جزيقات نانوية تكسر الزجاج تنظيف ذاتي يعني إيه تنظيف ذاتي؟ يعني الإزاز إحنا بناخد وقت قد إيه في إن إحنا ننظفه فيه اليابان عندها بيوت من إزاز هل هي بقى محتاجة حد ينظفها كل يوم وكل ساعة؟ قال لك لا الزجاج ذاتي التنظيف يعني ما بيلزقش في طراب ولا بقعة ولا مية يعني حتى لو المطرة مطرت ما بتمسكش في المية بينطر أي حاجة تيجي عليك فمنقول إيه؟ زجاج ذاتي التنظيف طيب تاني حاجة بنصنع منه كريمات اللي هي مضادة لأشعة الشمس بتحمي بشرتنا من الأشعة الفوق إيه؟ بنفس جيد ليه؟ لأنها بتعمل طبقة عادلة بتحمي وشك من أشعة الشمس ثالث حاجة قال لي بنعمل اللي هو التغليف الإخشية الرقيقة إن أنا أغلي في المواد اللي إيه؟ النانوية أو أغلي في الأجهزة الإلكترونية زي الموبايلات أو شاشات اللاب بعمل طلاقات وبخاخات للأجهزة الإلكترونية عشان أحميها تصنيع أنسجة طاردة للبقعة يعني التشيرت بتاعك لو أنت مصنعه من النانو أو من الأنسجة النانو مش هيمسك فيها بقعة ولا مية ولا زيت ولا كاتشاب ولا بيرفن يعني التشيرت بتاعك هيفضل جديد من أول ما تجيبه لحد ما تبطل فيه تستخدمه نيجي نشوف في مجال وسائل الاتصالات طبعا احنا لسه كنا بنقول كروت الموموري الصغيرة وأجهزة اللي سلكي والأقمار الصناعية تقليص حجم الترانزيستور وده الترانزيستور ده اللي هو الراجل الصغير دلوقتي احنا ممكن نعمل راجل صغير زي الفريشة وانتو دلوقتي بتستخدمه السماعات بيبقى فيها FM ده المثال للراجل صغير وقلنا شرائح الإلكترونية عالية القدرة اللي هي كروت الموموري اللي بتحفظ لنا ايه أكبر قدر ممكن المجال اللي بعد كده مجال البيئة اتكلمنا من حبة على الألياف النانوية اللي هي أحدية البعد النانوي وقلنا بنستخدمها في مرشحات المية ما ده بنمنع كلاوس المية وممكن نستخدمها كمان فين في المصانع علشان تنقي النفايات الايه الصناعية أو تنقيه مين الهواء معايا كده طيب يا ترى لما التطبيقات بتاعتي وبستخدمه في مجال الطب والبيئة والطاقة والاتصالات هل هو كل مميزات قالك النانو تكنولوجي سلاح زو ايه حد ايه زي ما ليه مميزات ليه عيوب طيب يا ترى ايه هي الأضرار المحتملة للنانو احنا لسه بنقول ان المواد النانوية دي صغيرة جدا على مقياس النانو انا ما بشوفهاش يعني معنى كده اني انا ناتج التصنيع ممكن يديك مواد انت برضو ما بتشوفهاش بنسميها ايه بقى النفايات النانوية صغيرة جدا طب النفايات النانوية دي تفتكر هتعمل لي ايه قال لي هتعمل تأثيرات صحية ازاي تأثيرات صحية قالك الأجزاء الصغيرة دي ممكن تختارك الجلد لانك مش شايفها ممكن تختارك الأنف عن طريق الهو ممكن تختارك العين ممكن تختارك اي جزء من جسمك متعرض للبيئة ايه الخارجية وهتسبب لك مشاكل صحية طيب كمان ممكن تعمل ايه تأثيرات بيئية ليه لانها بتنتشر في الهوى تنتشر في المية تنتشر في التربة يعني هتعمل تلوث هوا تلوث مية تلوث تربة كمان فيه تأثير تاني اللي هو تأثير ايه بقى تأثيرات اجتماعية يعني ايه يا مية تأثيرات اجتماعية قالك مين اللي هيتعالج بيننا انه ده مشكلة ان المواد النانوية بتحتاج تكلفة عالية جدا في التصنيع فلو افترضنا مثلا واحد عين مين اللي هيتعالج بالمواد النانوية الغني ولا الفقير اكيد اللي معه فلوس طيب الدولة الغنية ولا الدولة الفقيرة يعني هيقسم لي دول وهيقسم لي داخل الدول طبقات طبقات اجتماعية عشان كده قالك لها تأثيرات ايه اجتماعية يبقى من الاضرار بتاعت النانو تكنولوجي تأثيرات بيئية تأثيرات صحية تأثيرات اجتماعية وبكده نهينا النانو تكنولوجي وعرفنا كل حاجة عنه النانو تكنولوجي يعني ايه كمية النانو تطبيقات النانو اضرار النانو وبكده يبقى الفصل الثاني خلص ونهاية الباب الاول كده يبقى خلصنا الباب الاول اشوفكم ان شاء الله سنة اولى في الحلقة الجاية وبداية الباب التقيم اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة